السلام عليكم ونهاركم مبروك ومحبا بكم في قناتي كوزين كيهنا الجوجره لعندكم كوب ونصف حليب اذا ننصحكم تبعوا هذا الفيديو سنحضروا مع بعض كيكا رائعة كيكة الثلاث ملاعق يعني النتيجة روعة روعة تتشفوها في الاخير لانه فعلا كيكا اكيد ستنال اعجابكم و رايحين تعتمدوها باذن الله اذا قلت لكم نحضروها بثلاث ملاعق من كل مكون من هذا المقادر اذا نحتاج الى ثلاث حبات بيض تكون بحرارة المطبخ طبعا نحتاج الى السكر والزيت والحليب في اناء اذا نحط ثلاث حبات بيضة بحرارة المطبخ تكون من الحجم المتوسط او من الحجم الكبير نعطرها بعطر الفانيليا او مبشور الليمون هنا الاختيار يعود لكم لانه نعطر العجينة على حساب التزيين لنزينوا بها الكيكا في الاخير اذا نضيف ثلاث ملاعق السكر ثلاث حبات بيض ثلاث ملاعق السكر نخلط جيدا هنا نستعمل الخلاط الكهربائي انتما يمكن تخدموا بالخلاط اليدوي ولكن حاولوا تذوبوا قدر مستطاع السكر هذا المرحلة مهمة في هذا الكيكا غير عكس الكيكا الاخرى لازم تطلعوا جيدا البيض تحكم مع السكر حتى يتغير اللون تماما لون البيض او هذا الخليط الى الاسفر الفاتح بعدها اذا نضيف الزيت ولكن بالتدريج نضيف ثلاث ملاعق كل ما نضيف ملاعق نخلط نضيف الزيت دفعة واحدة ولكن دفعات فهذا الاثناء تكونوا شعلتوا الفرن لدرجة حرارة 170-180 درجة انا البلاتو اللي راح نطيب فيه هذا الكيكا بحجم 24 على 24 انتما يمكن الى جربتوا الوصفة وحبيتوا تعتمدوها وحبيتوا تحضروها حجم كبير يمكن تضعفوا كامل هذا المقادر الى مكون واحد سوف نتفهموا بعد ذلك هذا المكون نضيف ثلاث ملاعق من الحليب يكون حليب بارد نخلط اذا بعد ما خلطنا كامل هذه المكونات دور النواشي خلاص كملنا بالخلاط الكهربائي هنا لدي الفرينا او الدقيقة الى ابيض مع السميد السميد يكون ارتب او لا سمول فين نضيف ثلاث ملاعق يعني عمرهم هكذا تعال الفرينا مع 10 غرام من الخميرة الحلوية يعني هذا الكيس يحتوي على 10 غرام نكمل بالخلاط الخلاط اليدوي اذا نحاول نخلطها جيدا حتى تجانس معنا هذا الخميرة بالمكونات الاخرى بعدها نضيف ثلاث ملاعق من السميد يعني السميد يكون ارتب من السميد من السميد يمكن ان نضيف المتوسط ولكن نقصه في الكمية ملعقة ونصف تكفي ولكن اذا حضرتها بسميد ارتب تكون احسن هذا هو قوام العجينة اذا نضيف البلاتو بحجم 24 على 24 سنتيمتر نفرغ كامل الكمية ولكن ننصحكم ادهنوه فقط سواء بالزيت او بالمارغارين لا داعي تزيدوا بالفرينا او السميد لانه لم يرح لسق هذا الكيكا اذا نضيفها في الفرن تأخذ اللون من الاطراف تأكدوا انه طابد تماما انشاء لها فقط ثوانين من الفوق هكذا تاخذ اللون الذهبي قد تلكم في الاول نحتاج الى كوب ونصف حليب يكون بحارة المطبخ كوب ونصف نزيد معه ثلث ملاعق كبار من السكر نخلط جيدا اذا كنت تحبوا الحلاوة يمكن تزيدوا ملعقة اخرى الى اثنين الاحساب الرغبة اكتفيت بثلث ملاعق كبار مع 10 غرام من سكر الفانيليا نحرك جيدا نحاول نذوب تماما هذا السكر نحسو ان الحليب ثقيل هنا يمكن نضيفه القهوة او اي حاجات فضلها لانه راح نسقي به هذا الكيكا رائعة رائعة خاصة للأدفال هنا نعوض السيرو يعني بدل ما نسقيوها بالسيرو على غير العادة نسقيوها بالحليب اللي خلطناه مع السكر في الأول قلت لكم انه يمكن ضعفوا هذا المقادر إلا حبيتها تكون بحجم كبير فقط الحليب هنا إلا كان ضعفته المقادر سقيو الكيكا تحكم بكوبين فقط ها هي بعد ما سقناها إذن نخليوها ترتاح حوالي دقيقتين أو ثلاث دقائق لا أكثر يمكن تقطعوها يعني مربعات أو مستطيلات موسيقى ها هي إذن ولا أروح ننصحكم جربوها جاد خفيفة وشيشة وابنينا في نفس الوقت مقادر بسيطة وسهلة التحذير اقتصادية يعني كي تلفلك ما عندكش يعني توالم حتى كالتحلية والتزيين والتزيين اختياري يمكن نزينوها بجوز الهند أو فول السوداني المحمص المرحي أو أي حاجة تحبوها ولكن أنا فضلت نخليها هكذا حبيتها بذوق الحليب جربوها أكيد رحتنا لإعجابكم ورضاكم إلا كان هذا الفيديو يعني استفدتم من الوصفة تعليق وإعجاب أترككم في عائلة الله إلى اللقاء المترجم للقناة